بيبدأ الفيلم في واحد من معسكرات الجيش وبينشوف جندي مصاب اسمه جيفري واللي مسؤول عنه هي امراته ميشيل وبتحاول انها تشيل الشظايا اللي عنده وتعالج الجروح لكن المشكلة ان جيفري بيكون مربوط فيه قنبلة ومحدش عارف يفكها وميشيل بتفضل تقوله انها مش هتسيبه وتخرج لكن جيفري بيصامم انها تسيب القوضة كلها علشان لازم واحد فيهم يعيش علشان يخلي باله من بوبي ابنهم وفعلا القنبلة بتنفجر وبيموت جيفري وبيعدي من وقتها سنتين وبنشوف ان ميشيل سابت الجيش واشتغلت طبيبة ميدانية في مستشفى ميرسي الاقليمي وهي دلوقتي اشتر واهم دكتورة في المستشفى اللي بتشتغل فيها وده اللي بيقوله لها الدكتور تيري لما بتقعد معاه علشان ترتاح بعدما انقذت مريض كانت حالته خطيرة وعلى وشك انه يموت بعدها بتدخل ميشيل علشان تغير هدومها وبتقابل بوبي ابنها اللي عيد ميلاده النهاردة وبتقوله انها خلصت شغل وهيخرجه مع بعض طول اليوم وبتدي له هدية عبارة عن كرة قدم وتذكرة لمباراها يحضروها مع بعض بالليل وبوبي بيكون فرحان جدا ومش مصدق نفسه وبنروح بعد كده لمقر المباحث الفيدرالية وبنشوف اتنين زباط وهم اليس ومكبرايد وبيكونوا قاعدين بيحققوا مع رايان الابن الاصغر لبادي كوين زعيم عصابة كوين المشهورة واللي هم في الاساس من ايرلندا والظابط اليس بيقوله انهم عارفين كل حاجة عنهم وعن العصابة وعارفين كمان ان بادي قرر يخلي رايان هو اللي يمسك الشغل بعده مع ان هو الصغير والمفروض كان يبقى شون هو الزعيم من بعد بادي علشان كده بيطلبوا من رايان انه يتعاون معاهم ويوفر على نفسه حاجات كتير وطبعا رايان بيرفض انه يتعاون معاهم ومش بيتكلم في اي حاجة فبينقلوا المكان تاني علشان يكملوا التحقيق معاه وفي الوقت ده بنشوف شون الابن الاكبر لعصابة كوين لما بيتسرب ليه الخبر ان اخوه رايان اتمسك من المباحث الفيدرالية وبيحققوا معاه فبيكلم جون وواحد من العصابة وبيقوله يستعد هو واللي معاه علشان يتحركوا وفعلا بيتحركوا وبيقدر انهم يعرفوا خط سيرة العربية اللي بتنقل رايان وبيطاع عليها الطريق وبيقتلوا السواء وبيصيبوا مكبرايد وايليس بيفضل يشتبك معاهم لكن العصابة بيكون عددهم كبير جدا وساعتها بينزل شون من عربيته وبيقرب ناحية رايان ورايان بيكون فاكر ان اخوه جاي علشان ينقذوا لكن المفاجأة ان شون بيدربوا بالنار في بطنه وبيهرب وساعتها إليس بيتحرك بمكبرايد ورايان على مستشفى ميرسي لانها اقرب حاجة ليهم وعلى ما بيوصلوا بتكون ميشيل بتستعد هي وبوبي علشان يمشوا ويلحقوا الاجازة بتاعتهم لكنهم بيتفاجئوا بالمصابين اللي داخلين المستشفى واللي بيكونوا في حالة خطيرة ومحتاجين مساعدة علشان كده بوبي بيطلب من ميشيل انها تروح تساعدهم ومش مشكلة لو اتأخروا وميشيل بتكون مبسوطة بيه وبتقولوا انه عنده رحمة زي بابا وفعلا بتروحها لشان تساعدهم وبتدخل قوضة العمليات وبتقدر انها تطلع الرصاص من جسم رايان وبتطمن على حالة مكبرايد هو كمان والاتنين بتكون حالتهم مستقرة في الوقت ده ومن الناحية التانية بنشوف بادي كوين وهو بيلعب جولفة مع رجالته وبيقضي اجازته مستمتع لحد ما بيجي له تليفون من شون ابنه وبيقوله ان الفيدراليين قبضوا على رايان وهو حاول يحرره هو ورجالته لكنه للأسف اتصاب في تبادل اطلاق النار اللي حصل وبادي بيتصدم وبيقول شون ما يعملش اي حاجة ولا يتصرف لحد ما ييجي بنفسه يشوف ايه اللي ممكن يتعامل علشان يخرجوا رايانه ويطمنوا عليه وفعلا بعد شوية بيوصل بادي عند المستشفى برجالته وبيكون شون هو كمان مستني ومعير جالته وبادي بيزعق لهم وبيقول عليهم اغبياء وبياخدوا كل حاجة عافية وما بيعرفش يفكروا علشان كده بيطلب منهم يفضلوا مكانهم وهو هيدخل يشوف ايه الوضع جوه ويخرج تاني وفعلا بيدخل بادي وبيسأل الموظفة بتاعت الاستقبال عن ابنه لكنها بتقوله ان ممنوع عنه الزيارات الا بامر من الشرطة الفيدرالية فبيتدايق بادي وبيحاول انه هو يوصل لاي معلومة عن مكان ابنه وبيقابل الدكتورة ميشيل بالصدفة وبيسألها عن ابنه لو كانت تعرف عنه حاجة فبتطمنه انه خرج من العمليات وهي بنفسها اللي خرجت منه الروسستين وهو دلوقتي حالته مستقرة ومحتاج راحة تمة وفي الوقت ده بيكون فيه موظف امن اسمه فرانك خارج علشان يتكلم مع شونه ورجالته وبيقولهم انهم محتاجين يدفعوا رسوم الوقفة في الجراش لكنهم بيفضلوا يتريقوا عليه وبيقوله هو مش عارف بيتعامل مع مين فبيمشي فرانك وهو خايف منهم وبيقوله انه هيدخل يبلغ الشرطة علشان شكلهم مش مطمنه وبيكون شون في الوقت ده بيتكلم مع رجالته وبيقولهم فعلا ان شكلهم ملفت كده والموضوع ممكن يسبب لهم مشكلة تانية علشان كده بيطلب من رجالته انهم يدخلوا جوه المستشفى ولما بيدخلوا بيشوفوا ان فرانك ماسك التليفون فبيفهموا انه كان هيبلغ الشرطة علشان كده بيهددوا يسيب التليفون بدل ما يخلصوا عليه وموظفة الاستقبال بتترعب لما بتشوف معاهم المسدسات فبتحاول انها تدوس على الزرار بتاع الطوار لكن واحد من العصابة اسمه داني بيضربها بالنار بسرعة قبل ما تدوس على الزرار وساعتها بتحصل فوضى في المستشفى وميشيل بتخاف على بوبي فبتوديه استخبف الدولاب بتاعها وبتقوله كل ما تحس انك خايف بص لصورة العيلة اللي فيها باباك واللي متعلق جوه الدولاب وانت تتطمن بعدها بنشوف بادي وهو بيتخانق مع داني وبيقوله انا قلت ان محدش يتصرف من دماغه وبيقرر انه يعقبه ويقطع لودانه وبيقول لأفراد العصابة ان اي حد مش هيسمع الكلام هيحصله زيه بعدها بيقف بادي وبيكلم الرهين وبيقولهم انه جاي في سلام ومش عايز حاجة منهم غير انه ياخد ابنه من هنا ويمشي وهو هيعالجه بطريقته علشان كده بيطلب منهم حد يتبرع ويساعده انه يعرف مكان ابنه وفعلا بيقوم الدكتور تيري مدير المستشفى وبيقوله انه اشرف على علاج ابنه وعرف مكانه فين فبيشكره بادي وبيطلب منه انه ياخده ويروح بيه على القوضة بتاعته علشان ياخده وكل حاجة تخلص لكن المشكلة انهم لما بيروحوا القوضة بتاعت رايان بيلاقيها فاضية وبيلاقوا ان رايان مش موجود جوه فبيستغرب بادي وبيسأل تيري عن مكان ابنه وشون ساعتها بيقوله انت بتضحك علينا وبيبصع السرير اللي جنبه وبيلاقي فيه مك برايد فبيقرر شون انه يفصل عنده الاجهزة وبيقول ان ده كان السبب فان اخويها يحصل له كده وفي الوقت ده بيكونوا رجالة العصابة في كل مكان في المستشفى بيدوروا على رايان وبيتقابل اتنين منهم وهم ميك و جونو وجونو بيكون متضايق على اللي حصل لداني في موضوع ويدنه ده لان داني يبقى ابن عمه لكن ميك بيكون مخلص لبادي نفسه وبيقوله اننا لازم نسمع كلام الزعيم وبيفضلوا هما الاتنين يشدوا مع بعض في الكلام وبيتكون ميشيل واقفة من بعيد بترقابهم بعدها بنشوف فرانك لما بيفوق وبيتسحب لحد ما بيقابل ميشيل وبياخدها معاه على قضة الامن وبيوريها في الكاميرات ان رايان ابن بادي كوين موجود مع العميل الفيدرالي إليس فبتسأله ميشيل على مكانهم وبتعرف انهم في الدور التالت اللي تحت الإصلاح وبتطلب من فرانك انه يمسح الفيديو ده بسرعة واول ما بتخرج من القوضة بتتفاجئ بواحد من العصابة في وشها لكنها بتقدر تتعامل معاهم بكل سهولة وبتضربه وبتاخد منه المسدس وفرانك بيكون مستغرب من المهارات دي وفي الوقت ده بنشوف برا المستشفى الشرطة وهي محصرة لمستشفى كلها وبيتكلم العميل جونز وبيقول ان هو المسؤول عن الشرطة هنا وعايز المسؤول عن العصابة فبيقرر شون انه ياخد واحدة من الرهاين وبيقول لبادي يفضل هو جوه علشان وشه ما يظهرش للشرطة وبيطلع يقولهم انه محتاج شوية وقت ومحتاج اليوم يمشي في سلام وبيطلب من الشرطة انها ما تعملش اي حركة تخليه يضطر يفجر المبنى كله باللي فيه والعميل جونز بيوعده انه مش هيعمل اي حاجة لكن بيطلب منه انه يحافظ على الرهاين وجوه المستشفى بينشوف ميشيل لما وصلت لدور اللي فيه اليس وريان وبتسأل اليس ليه عمل كده فبيقول لها انه عايز ينتقم من الشخص اللي قتل صديقه مكبرايد فبيتكلم رايان وبيقول ان شون اخوه مجنون وممكن يعمل اي حاجة وبيقول لهم هو اللي ضربني بالنار وهو اللي ورا كل اللي بيحصل ده وبيطلب منهم يقابل بابا لان هو اللي هيحل كل المشاكل دي لكن ميشيل بتبص عليه وبتقوله ان الجرح بتاعه بدأ ينزف وكده خطر لكنها بتطمنه وبتقوله انها تروح تدور على اي حاجة تساعده بيها وتيجي على طول وفعلا بتروح تدور على علاج ولما بترجع بتتفاجئ بواحد من العصابة اسمه ميك في وشها فبتفضل تتخانق معاه وهو بيدربها وهي تدربه لحد ما بيتدخل اليس وبيهدده بالسلاح لكن ميك بيكون اسرع منه وبيضرب اليس بالنار وساعتها ميشيل بتضرب ميك بالنار وبتخلص عليه وعلى طول بتجري على اليس والحسن حظه ان الرصاصة جات في كتفه وما حصلوش حاجة فبتطمن ميشيل عليه وبتعمله اسعافات هو وريان وفي الوقت ده برا المستشفى بيكون وصل تعزيزات وقوات التدخل السريع والضابط جونس بيدخل في واحدة من عربيات العمليات وبيشوف فيديو لايف للا بيحصل جوه المستشفى وساعتها بيسأل المساعدة بتاعته على ميشيل لانه مش عارف هي مين والمساعدة بتفضل تدور لحد ما بترجع وبتقوله انها جندية سابقة في الجيش وشاركت في اكتر من حرب وخبيرة استخراج شظايا المتفجرات واخد اوسمة كتير من الحكومة واثناء ما هم بيتكلموا بيشوفوا حركة على سطح المبنى ولما بيخرجوا كلهم بيعرفوا انها ميشيل وانها قررت تتعامل مع العصابة لوحدها وكل قوات الشرطة بيقدوا التحية العسكرية لميشيل وبيقولوا البعض انهم لازم يساعدوها علشان تعمل مهمتها على اكمل وجه بعد كده بنشوف بادي وهو بيدي امر لداني انه يمشط المكان كله ويشوف لو في حد مستخبي وبادي بيوصل للدلاب اللي فيه بوبي وبيفضل يعب الكورة لحد ما بيخبطها بالغلط في الدلاب اللي فيه بوبي وساعتها بوبي بيتخضوا بيعمل صوت فبيعرف داني انه جوه وبياخدوا يسلموا البادي وبيسلموا الصورة اللي لقاها في الدلاب فبيفهم بادي انه بوبي يبقى ابن ميشيل وانها شرطية في الجيش وبيتصل بيها على سلك الداخلي للمستشفى وبيقول لها ان ابنها معاه وانه عرف عنها كل حاجة وبيعرفها انه ما عندوش نية يأذيها ولا يأذي ابنها بس هما الاتنين عندهم ولاد وعايزين يحافظوا عليهم علشان كده بيطلب منها تسلموا ابنه وتستلم ابنها بعدها بيقعد بادي وهو متطمن بعدما خلاص عمل صفقة مع ميشيل وهياخد ابنه بس المشكلة ان شون بيتصرف من دماغه وبيقول ان الشرطة خانته وبعتت جاب التعزيزات علشان كده بياخد المدير تيري وبيربط فيه متفجرات وبيخرجوا علشان يتكلم مع الشرطة وبيدوس على الزرار وبيفجروا وصوت الانفجار بيرعب كل اللي في المستشفى من قوته فبيجري بادي علشان يعرف ايه اللي حصل وشون بيقوله انه بيتصرف بالطريقة دي علشان يخرجهم من هنا وبادي بيفضل يقوله انه غبي وعمره ما هيكون الكبير وبيفضل شون يقوله انه هو السبب في كل المشاكل اللي في حياته بسبب انه فضل رياني يكون هو الكبير من بعده وبادي بيقوله انه اول اولاده وليه مكانة كبيرة في قلبه بس التصرفاته هي اللي وصلته لكده فبيطلهم منه شون يسمع كلامه المرة دي وهو هيثبت ليه انه يستحق يكون الكبير وساعتها بيتصل شون على ميشيل وبيقول لها ان ابنها معاه هو وهيسلمه لها بس في المقابل يستلم اخوه ريان وميشيل بتوافق وبتتفق معاه يتقابله في المخزن اللي في الدور اللي تحت وساعتها بيحركوا كل الرهاين علشان يكونوا قريبين من المخزن وشون بيحط خطة علشان يتحرك بيها هو برجالته وفي الوقت ده بيكون داني في قوضة لوحده وميشيل بتقرب من القوضة دي وبتتفاجئ انه فيها وبتطلب منه ويرفع ايده لكن داني بيهجم عليها وساعتها بتضطر ميشيل انها تقتله وطبعا صوت الرصاص بيخلي العصابة تقلق ويعرفوا ان في حاجة بتحصل فبيؤمر شون واحد من العصابة وهو جونو وبيقوله يطلع يشوف فيه ايه وجونو لما بيوصل بيلاقي داني ابن عمه مات وبيفضل يعيط وبيكون زعلان جدا علشان كده بينزل يطلب من بادي انه يسلمه بوبي علشان ينتئم منه على الممطع عملته لكن بادي بيقوله احنا كلنا دلوقتي عايزين نرجع رايان علشان نفكر ازاي هنخرج من هنا وبيقرر بادي وشون انهم ينزلوا يقابلوا ميشيل ومعاهم بوبي علشان يستلموا رايان وبتكون ميشيل قدرت توصل للمكان اللي فيه رايان وإيليس وبتقول لإيليس يسيبها لوحدها وهي هتعرف تتصرف معاهم وإيليس بيكون رافض ومبيرضاش يمشي لكن ميشيل بتقنعه انه لازم يمشي علشان وجوده ممكن يعمل مشكلة وفعلا بعد شوية بيوصل شون وبادي وبتكون ميشيل لوحدها ومعاها رايان وبيطمنوا على رايان وبيخلوا بوبي يجري ناحيته وميشيل بتكون فرحانة وبتفضل تحضن فيه وساعتها رايان بيسأل شون انت ليه عملت كده فبيستغرب بادي وبيسأله عمل ايه فبيقوله رايان على كل حاجة وان هو اللي ضربه بالرصاص وطبعا شون بيكذبه وبيقوله انه اكيد سكران لان عمره ما هيدرب اخوه الصغير بالنار لكن بادي بيفضل يقوله انه مستحيل يسامحه وهيطرده هياخد منه كل حاجة وبيضربه بالقلم وساعتها شون بيردله الضربة وبيفضله هما الاتنين يضربه في بعض لحد ما شون بيقتله بالمسدس في الآخر ورايان بيتصدم على باباه اللي مات وبيفضل يعيطه ينادي عليه وميشيل بتطلم من بوبي انه هو يهرم من الانفاء اللي كان متعود يلعب فيها وهو صغير وفعلا بيجري لكن المشكلة ان جونو بيمسك بوبي وبيكون عايز يخلص عليه بس اليس بيدربه بالنار وجونو هو كمان بيدرب اليس بالنار بس اليس بيقدر يقتله وبيقع على الارض بعدها بعد كده بنشوف شون وميشيل وهم وقفين قدام بعضها بالمسدسات وكل واحد فيهم بيقول للتاني ينزل سلاحه لكن شون بيكون اسرع منها وبيضربها طلقة فبتقع على الارض وبيخرج متفجرات من الشنطة وبيشغلها وبيهرب وساعتها بتفضل مشيل تفتكر جزها لما كان بيموت وبتشوف كأنه بينادي عليها علشان تصحى وتنقص بوبي وفعلا بتقوم وبتلاقي القنبلة قدامها وبتفضل تفتكر تشيل السلك الازرق ولا الاحمر لحد ما بتفتكر كلام جزها وبتشيل السلك الازرق والقنبلة بتقف وفي الوقت ده بيكون شون في الانفاء هو كمان علشان يهرب وبيقابل بوبي هو مستخبي فبياخدوا معاه وبيقوله انه هو الله هيخرجه من هنا وفعلا بوبي بيمشي معاه لانه بيكون خايف لكن ميشيل بتكون ماشي وراهم وبتقول شون ينزل سلاحه لكن شون بياخد بوبي راهينة قدامه وساعتها ميشيل بتقوله يهدى وهي هتنزل سلاحها وشون بيكون بدأ يوجه سلاحه ناحيتها لكن بوبي بيفجئها وبيضرب شون في رجله وده بيدي فرصة لميشيل انها تضربه بالنار وتخلص عليه بعد كده بيخرجوا كلهم بعد ما قدرت ميشيل تحافظ على ابنها وتنقذ اللي كانوا في المستشفى وإليس بيشكرها على العملاته ده وبتيجي صحفية تعمل معاها لقاء وإليس بيقول ان لولا البطلة دي كان زمان كل اللي جوه ماتوا فبتقولهم ميشيل ان أي أم كانت ممكن تعمل أكتر من كده علشان تحمي ولادها وفي الآخر بتتفق مع بوبي انها تعوض له الخروجة اللي ضاعت عليهم النهاردة وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة